بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع سلسلة تأملات قرآنية ومع الدرس السابع في هذه السلسلة ومع صورة المساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسل إن التغيير عملية التغيير في مجتمع المسلمين يبدأ أولاً من النفس ثم ينطلق بعد ذلك إلى أقرب الناس إليه لأن الفاسد لا يمكن أن يصلح ففاقد الشيء لا يعطيه ثم لا بد للداعية إلى الله إذا التزم بالإسلام أن يدعو أقرب الناس إليه ففي هدايتهم عون له على الدعوة وفشله في دعوة الأقربين من العراقين التي تصادفه في طريق الدعوة فيقال العبد إذا دعى الناس إلى الله وهو فاشل في دعوة أقرب الناس إليه يقولون لو كان فيك من خير لظهر أثره على أقرب الناس إليه ولذلك فإن الله تبارك وتعالى سبحانه بعد أن أنزل قوله تعالى اقرأ ثم قم الليل ثم قم فأنذر بعد ذلك قال الله له بعد ثلاث سنوات من الدعوة إلى الله سرزاً قال له وأنذر عشيرتك الأقربين ثم قال له بعدها فاصدع بما تمر وأعرض عن المشركين فلما أمره الله من فوق سبع سماوات أن ينذر عشيرته الأقربين دل على أن من مهام الداعية الأولى هي أن يلتفت إلى أهله فدعوة الناس وهم بعيدون عن العائلة وترك أقرب الناس هذا من الأمور التي ينبغي أن يتفطأ إليها الدعاد يقول لك نخرجه في سبيل الله إلى الهند وهو يترك أبناءه عياذاً بالله بلا رعاية دعوية هذا يقول له خلّه ممتود ومشي عزيف محمود الذين أمرك الله أن تبدأ بهم أخرتهم أو أهملتهم ورحت إلى أبعد الناس توصل إليه الدعوة فكان لابد أن يحترم الدعاة هذا المنطق فيبدأ الإنسان بأقرب الناس حتى في مسألة التكافل الاجتماعي والصدقة فالصدقة لصاحب الرحم الفقير ثنتان والصدقة للفقير البعيد صدقة بل يقال أنك إذا تصدقت للبعيد وتركت القريب وهو أحوج إلى صدقتك لا يقبل الله صدقتك لأن فيها رياء فلو لم تكن مرائياً لبدأت بأقرب الناس من المساكين فإذا كان هذا في عالم المادة والصدقة التكافل المادي كان من باب أولى في التكافل المعنوي إذن فأمر الله تبارك وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشرته الأقربين فخرج عليه الصلاة والسلام فوقف على جبل الصفا ثم نادى في الناس فاجتمع الناس إليه هو على جبل الصفا وهم أسفل الصفا والذي يقف على الجبل يرى ما وراءه والآخرون لا يرون شيئاً فقال لهم أرائتم لو أني أخبرتكم أن خيلاً من وراء هذا الوادي تغير عليكم أكنتم مصدقي يقيم عليهم الحجة فيقول الناس أجمع جميعاً بلسان واحد ما جربنا عليك من كذب يا الله وقال هرقل لأبي سفيان لما سهل يكذب النبي محمد قال لا فرد عليه هرقل ما كان ليذر الكذب عن المخلوق ويكذب على الخالق هو لا يكذب حتى على المخلوق فكيف يمكن أن يتصور فيه أن يكذب على الخالق قالوا ما جربنا عليك من كذب فقال إني لكم نذير بين يدي عذاب أليم أسلموا آمنوا فإنما هي إحدى الدارين إما جنة أبدا وإما نار أبدا أنا أنذرك سكت الناس كلهم ونطق عمه أبو لهم وضرب كفاً بكف قال ألي هذا جمعتنا تباً لك سائر اليوم الله وقال نفس الكلام حينما أمر بني عبد مناف أن يجتمعوا في بيت يختارونه هم قال من يجمعنا قال علي أنا سكت أنت يجلس فأنت أصغر الناس من يتكفل بجمعنا كهذا الجمع في بيته فقام علي قال أنا يجلس اللي فيه الكوراج غير فيه الكوراج الذي يجمع الناس في بيته للدعوة إلى الله هذا فضل من الله واصطفاء فمن وجد نفسه في هذا الطريق فليحمد الله وفي الثالثة قام علي قال إذا عندك فاجتمع بنو هاشم وبنو عبد المطلب حتى امتلأ بيت علي فذبح لهم فأكلوا في اليوم الأول ولم يقل لهم شيئا وتواعدوا على أن يجتمعوا في بيت أحد فانتدب للأمر عليه فاجتمعوا فأكلوا وشربوا ولم يقل لهم شيئا يا الدعاة إلى الله الطعام السحر في بطون الناس لا تفاجئ الناس بالدعوة وأنت لم تفتح منافذ قلوب الناس إليك الطعام 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 إن الذين يحاربون الإسلام ينصرون الناس في المناطق المحترقة يستغلون جوع المسلمين وفقرهم فيعطون الطعام والدواء باليمين والصليب بالشمال فطن النبي لهذا الأمر من قديم وفي الثالثة لما أطعموا وشربوا قال من النبي صلى الله عليه وسلم إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد أيها الناس إنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا فسكت الجميع فقام أبو لهب فقال له تبا لك ألهذا جمعتنا الله 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 ثم صار أبو لهب الذي استبشر بميلاد النبي وأنتم تعرفون أن النبي حينما ولد أخذته الشفاء بنت عبد الرحمن أم عبد الرحمن من عوه وأخذ إلى بيت أبي لهب فلفرط فرحته بهذا المولود الكريم أعتق ثويبة خادمته حينما التقم ثديها وامتص من ثديها فكان أول حليب يقع في بطنه بعد حليب أمه آمنة حليب هذه الخادمة ولفرط فرحه بذلك أعتقها ولذلك يقال أن يوم الاثنين في كل يوم اثنين الله تعالى يفجر الماء من أصابعه في يوم الاثنين جزاء وفاقا لفرحه بميلاد رسول الله مهم الحديد الضعيف لا حنا كان نقول لكم مهم يعني الفرح الفرح وحنا نعيشه الآن المولي النبوي مولي سيدنا رسول الله هذا الذي قال للنبي هذا الكلام صار يعاد الدعوة إلى الله تعالى والنبي بالخصوص في حياته كلها فقام أبو لهب بمتابعة النبي وهو يخرج خارج مكة يتلقى الوفود القادمة إلى مكة فيقول لم قول لا إله إلا الله تفلحه وهو يخطو على أثره خطوة خطوة فلما ينتهي النبي من دعوته للناس يقول أبو لهب لا تصدقوه إنه كذاب إنه كذاب لا تصدقوه لو كان فيه من خير لتبعناه نحن أنا عمه أنا أعرف الناس به والنبي لا يرد علي ولا يلتفت إلي وكان أبو لهم لا يضمر العداوة بل يعلن عنها لا يكتفي بذلك بل انضم إلى حلف من حصره الوحيد في بني عبد المطلب الذي وقف مع الصحيفة الظالمة التي كتبت فيها ذنود محاصرة النبي في شعب أبي طالب وخرج على بني عبد المطلب قائلا لهم أنا أقف ضدهم وظل حتى المشركون من بني عبد المطلب في حلف رسول الله وتجرعوا الجوع والعطش في شعب أبي طالب حمية حمية للعرق إلا أبو لهم الله أكبر كان مع أهل الصحيفة ولازال يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أمر ابنيه تطليق بنتي رسول الله ولا زال يستهزئ بالنبي حتى دعا رسول الله على ابنه حينما قدح في رسول الله سأل الله تعالى أن يصلت عليه كلبا من كلاب الغابة فيلتهمه ويزدرده فلما سمع أبو لها بدعاء النبي على والده وهو في سفر قال احترس لا تصيبنك دعوة محمد بن عبد الله ابن عمك فلما أرادوا أن يستريحوا في مكان جعله من خرج معه وسطهم احترازا فإذا بالأسد يخرج من الغابة وإذا به يتخطى أجساد الجميع ويصل إلى الوسط ثم يأكله يأكله وسط الناس ولا زال المولى جلت قدرته يدافع النبي ويريه لمن يحارب الدعوة ولو كان أقرب الناس إلى النبي يريه كيف يفعل ويصنع به فلقد أصابه مرض انتفخ مرض خبيث ينتقل بالعدوى فلم يجرؤ أحد أن يقترب منه أو أن يمسه بماء لتطهيره وإنما اكتفوا أن يلقوا عليه الحجارة من بعيد فأغرقوه بالحجارة همه أقرب الناس إليه أولا إن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وهم يدعون أقرب الناس إليهم فإن الحكم على دعوتهم في الداخل ومع الأهل ومع الأبعدين هي أنجح دعوة على وجه الأرض صدقا ووسيلة وحكمة فليس على وجه الأرض أنجح من الأنبياء في الدعوة وليس هناك أنجح في الأنبياء من أولي العزم من الرسل وليس في العزم أولي العزم من الرسل أنجح من رسول الله ومع ذلك أولي العزم من الرسل جعلهم الله آية فكل أولي العزم تلقوا عداوة شديدة من أقرب الناس إليهم فنوح يظل تسعمية وخمسين سنة وهو يدعو صابر إلى الله ما من وسيلة لا استثمرها إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائيا إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعا في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأصرت إليهم أصرت إسرارا ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل هل معنى ذلك أن نوع عليه السلام وهو يدعو إلى الله تعالى لم يلتمي الزميع على الوسائل أو قصر في الدعوة حاشا حاشا حاشاه حاشاه ومع ذلك أوذي في ابنه فكفر ابنه وكان في معزل وناداه يا ابني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين قال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لبيه علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون أنا من الخاسرين هذا ابنه كافر وليس هناك أشد على قلوب الأنبياء والبشر عموبا أن يفشل الداعية مع عائلتي علاج علاج يظهر أن الداعية لم يخلص ولم يجتهد ويظهر للناس ضعف حجة الداعية وهو يخاطبهم بالدعوة الله وهذا يؤلم الأنبياء وذلك سيد بن بيس العسل يحزن لذلك لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أتريد أن تقتل نفسك حينما لم يؤمن هؤلاء وهناك إبراهيم من أولو العاز أبوي يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراط سوية يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال رغبنا تعنا لهاتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا ومات على الكفر هل قصر إبراهيم وهناك لوط ونوح مع امرأتيهما ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل تدخل النار مع الداخلين وهناك رسولنا الأكرم عمه أبو طالب ينام على فراش الموت وصخر حياته كلها لنصرة النبي ودفع الأذى عنه فلم يعد أحد في مكة يتجرأ أن تمتد إليه يده أو لسانه بسوع وبعد ذلك ينام على فراش الموت ويقوله النبي صلى الله عليه وسلم يا عم يا عم قلها وحج لك بها عبد الله قلها قل لا إله إلا الله والمشركون قد أحاطوا به يقولون له بل على ملة أجدادك مت على ملة أجدادك فلا زال النبي يحرص فإذا بالنبي يصيغ بسمعه فيسمع همهمات سرية تخرج من فمه يقول بل على ملة أجداد وقال له يا ابن أخي أعلم أنك على الحق ولكن أخشى إن قلتها لأرضيك أن يقول الناس قالها خوفا من الموت ربي 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 فحزن النبي وسمي العام عام الحزن حزن على عمه الذي مات وكم ضحى قال له يا الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله يا ربي ربي عدو لله ودافع عن الإسلام يا ربي يا ربي أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم فكيف بمن ناصبه العداء من أول يوم وإذاك نقول ما عليك أيها الداعية إلا أن تبدأ أولا بأهلك ثانيا إذا وجدت في أهلك من لم يرد الهداية فقد وجد في عائلة النبي من دافع عن الإسلام ومات على غير ملة الهداية ثالثا قد تجد ليس من لم يؤمن ولكن من يحاربك ويحارب دعوتك ويستميت في محاربتك كأبي لهم فالعداوة للإسلام مراتب ودرجات وعلى الدرجات أن يشمر أحبابك وأهلك أو أفراد منهم ليقفوا لك في طريق الدعوة هذا الفرن الأول من أصعب عقبات الدعوة أن تبدأ من بيته ولادك بنتك أبنى أمي بنتك تخرج متبرجة وأنت تدير الدروس أنت راقدرت لواجيب ودرت كذا والمرأة ديالك تقول لك مثلا المرأة ديالله رحم موالديك واش بقيت بعلها صورها تبربرها أو لا خليها تدور على كذا وتعيش حياتها أو كذا وأنت تستميد وإذا لك يسأل لا شف شي حاجة عن شي دعية أو لا يستروا ويقول له يا ربي تخلي الحلام بستورة يا ربي تخلي الحلام بستورة ما كذا فالله تبارك وتعالى سبحانه يبين هذا الأمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في العالم أهله أزهد الناس في العالم أهله قد يسمع لك الناس شكور لبعاد ما عارفوكش ولكن كثرة احتكاك الناس مع الأولياء والعلم والأنبياء تفقد هيبتهم لهم لكثرة المخالطة لأن مع المخالطة تذهب الكلفة ويمكن لساني أن ينبسط أكثر مع أقربين وفي ذلك الانبساط يفقد الإنسان قيمته وهيبته واحترامه عند من لا يعرف الفضل لأهل الفضل فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أولو الفضل هذه الثانية الثالثة الدرس الثالث أن الله تعالى سبحانه من إعجاز الله للخليقة ومن إعجاز القرآن نوع من الإعجاز يسمى الإعجاز الغيبي والإعجاز الغيبي ينقسم إلى ثلاثة أقسام غيب ماضي يروع ويقصص الغابري لا يعرف أحد وغيب حاضر لا تعرف أنت عايش هنا ومريكا ما عاش في اسموها ويقول لك سيدة ربي سبحانه عزي يقول له الآن الآن يقتل كسرة والنبي يقول لك سيد جيت أنت ما تديوني برسالة من كسرة العان قتل أملككم وعرفوا ذاك النهار ومشاو صبوا في ذاك النهار تقتل إعجاز في الحاضر غيبي وهناك الإعجاز المستقبلي فهذا إعجاز في الغيب المستقبلي هو عايش ويحكم على الله بأنه من أهل النار وما أصابه من حكم فيمكن لي آبي لهب لو كان ذكيا أن يظهر الإسلام وينطق بالشهادة ولو مرة واحدة لكي يبطر ويدحظ حجة القرآن كلها يقول لو كيف رب يحكم علي يا بالنار رب يحكم علي يا بالنار هارني أشهد أن لا إله الله وأشهد أنه رسول الله كده يرسل ونقال نصلي معهم لكن الله لما حكم على أبي لهب من النار من فوق سبع سماوات الله تعالى هو المصلط على قلبه وجوارحه فلا يستطيع أن ينطق بها ولو مزاحا وكان بإمكانه أن ينطق بها مزاحا لتعطيل وإبطال حجة نبينا في أن هذا كلام الله المعجز ومع ذلك يظل لسانه أخرص ولا ينطق بها هو ولا زوجته أم جميل أروى بنت حرب أميه أخت أبي سفيان يمكج إحجاز يحكم الله عليه بالنار ويموت كافر وخصوه يموت كافر والنصر منتظروا اللي نزل عليهم على القرآن ينتظروا وينظرون وينتظرون قل انتظروا إنا معكم منتظرون وهكذا يموت أهل الكفر نسأل الله العفو العافية المسألة الرابعة أن الله تبارك وتعالى سبحانه حينما يجاهر الإنسان العداوة لله لرسوله لأنبيائه للإسلام فإنما يدخل المعركة الخاسرة الله ولو جمع القوة في الأرض كلها فمن لم ينحز إلى الله في معركة الدعوة وانحاز إلى معسكر المشركين والصليبيين والصفويين والرافضة واعتز واستند إلى قوة أهل الباطل فلقد وقف في المعركة الخاسرة لأن الله تعالى بقدر انحياز الدعاة إليهم بقدر دفاع الله عنهم الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا إنا كفيناك المستهزئين إلا تنصروه فقد نصره الله فوقاش إذا اخرجه الذين كفروا الثاني اثنين فنصرة الله لعباده إنما تكون نتيجة لانحياز العباد إلى الله وإلى شرعه وإلى الإسلام أما من وقف مع أعداء الإسلام مستندا إلى قوتهم المادية وإلى صولتهم وصولجانهم فقد وقع في المعركة الخاسرة ووقف في المنطقة الخطأ شاهد عن الحياة الآن الآن معركة الآن وضحت إسلام وكفر في مصر توضحت الأمور العلماء يقفون مع السيسي لا تستغرب حينما ترى معسكر الصليبيين والصفويين والصهاين فارحون مستبشرين بما يفعل السيسي ويقدمون له المشورة والدعم والتخطيط والتمويل لكن الغريب أن ينضم إلى حزب النور السلفي يا الله بلحاهم الطويلة بلحاهم الطويلة فضحتهم مصر فقط لأن السعودية تقف مع الاستبداد والانقلاب لأنها ترى في بناء دولة تتمخض عن إرادة الشعب وتفرزها الصناديق وتمثل الإسلام الصحيح ينافسها لأننا في الإيكونومي الاقتصاد عندنا نظري تقول لابون موني شاص لابون زموني فقش طروج يعني العملة المزيفة فقش طروج من المتكوش العملة صحيح من المتكوش العملة الصحيح تبقى مزورة لا ما تبقاش تبقى ما تبقاش ما تبقاش هم علاش الآن يعني كيقولون النظام متى السعودي هو كيمثل الإسلام علاش نظام مزيف لأنه ما كيش النظام الحقيقي اللي مثل الإسلام من اللي بل حقيقي عارفين بل لغز الشاص لابون في زموني قادي يطي على القرى فهم يرون أن وجودهم مبني أساسا على أن لا تدخل إلى السوق العملة الجيدة لأن العملة الجيدة تستقطب الناس وتفضحوا التزوير في العملة هذا هو الذي يحدث في سوريا في ليبيا في تونس في العراق لذلك أنا كان يقول هذا لم يستزعب النبي والقرآن وذلك الآن يقعون في المعركة الخطأ وفي المكان الخطأ وما عارف نواله اشتنى واحدة الصورة شتوها أنتم ما يمكو في الانترنت انت عمرها ملكة الجمال في امريكا شتوها ملكة جمال في تسعينات جميلة معطرة وتستقبل ويفرش له السجاد الأحمر وعاش تمسكينها غير هكذا واليوم رحنا في 2013 وقد ندخل 2014 ورروا الصورة متاح كده الصورة كي ولت لا تستطيع أن تنظر إليها القصبة بحال السكولات بحال ميتة وما زال عند مسكينها تحن إلى الأيام الأخرى وتهذي بهذا يان تلك الأيام وتشوف في المرايا وتعدل وتلبس في حد هنا وما تقدر تشوف سبحانك يا ربي سبحانك سرعان ما يكتشف من يقع في المكان الخطأ محادا لله في الدنيا قبل الآخرة يرى أنه إنما وقف ضد الحق فالذي يقف ضد الإسلام يقف محاربا لله أنت لا تحارب مرسي أنت تحارب الإسلام أنت لا تريد من الإسلام أن يكون مرجعية الأمة في الدستور أنت حاربت الدستور لأنه ينص على إسلامية البلد فيقف حزب الزور وعلى جمعة ومجموعة أبو لها الرابعة إن أقرباء النبي لهم خصوصية أخرى إنهم أهل البيت الذين يقول الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير وهنا يقع الناس في كثير من الشبه وأقل شبهة يقع فيها الناس هو أن حب أهل البيت من الإيمان وحب آل البيت من حبنا لرسولنا صلى الله عليه اعتمد عليه الكهير من الروافض في ضرب الإسلام والسنة وصحابة رسول الله شو محبة آل البيت من الدين يقول لكم أحب الله لما يغذوكم الله به من النعم وأحبوني لحب الله لي وأحب آل بيتي لحب له وفي الحديث الخرطة سيدنا علي أدبوا أبناءكم على ثلاث خصان حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن فإن حملة كتاب الله في ظل الله وما لا ظل الله إلا ظله إذن فمحبة آل البيت مسألة معروفة نحبهم لكن شكوه ما آل البيت أولا نساء إنما يريد الله ليذهب عن كورس أهل البيت نسنتعه لأن الآية اللي قبلها كنت تكلم على النساء النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي لستنك أحد من النساء نتقيتون فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلب مرض فكيف تسبون عائشة وتسبون من وراء ورد الله وراء 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 ور الذي يحارب الاسلام فالله تعالى حكم عليه بالنر قولا واحدا ولذلك سيد النبيك يقول آل بيتي كل مؤمن تقي ولو كان عبد حبشي فبلال الاسود هو من آله انا اكرمكم عند الله اتقاكم اول من صعد بيت الله الحرم بعد فتح مكة ليؤذن وسبق الدفين عليه الى الجنة حينما عنا جميل السماوات وعدو كله فاجر شقي ولو كان حرق رشيه يا ابن عم يا ابن عم لا اله الا الله محمد رسول الله عليه وسلم من زعي قوله تعالى فاذا نفي خسف الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتسائلون جمعهم فقال يا عباس يا عم رسول الله اعمل فاني لا املك لك من الله شيئا يا صفية يا عم رسول الله اعملي فاني لا املك لك من الله شيئا يا فاطمة يا بنت محمد اعملي فاني لا املك لك من الله شيئا يأتوا الناس يوم القيامة بالاعمال وتأتون متكلين على النسب لا 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 أغني عنكم من الله شيئا يا ربي يا ربي يا ربي هذه الرابعة الخامسة أما الله سبحانه عز وجل في هذه الصورة يبين الجزاء والانتقام ممن يستهزئ بالله وبرسوله ويقف محادا لله ورسوله وهذه الآيات حينما نقرأه في هذه الصورة حتى وقعها البياني كأنه يصور المرأة وهي تشد الحطب شدا وتضعه على ظهرها وكأنها تصور أبا لهب يركض ركذا لإذاء النبي صلى الله عليه وسلم تبت يدها وتب ما أغنع ما كسب سيصلى نارا ذهب حركة تجانس حركتهما في الكون هذه السرعة في محاربة الإسلام هذه المسارعة في إذاية النبي هذه الطريقة في إذاية النبي حركة الوراء حركة صورها الله تعالى حتى بالكلمات ووقعها وكونها تتلو بعضها بعضا بشدة تبت يد أبي لها بوطاب ما أغنى عنه وماله ما كسب يعني كسرعتها وسرعة زوجها في إذاية النبي هكذا سيسرع إليهم العباب وكيفما كان إذايتهم للنبي يكون الجزاء من صنف هذا فالحطب يشعل نارين يشعل نار الدنيا تشدي الحطب وتحرك بهذا تأذي الناس تشدي الحطب في الطريق باش الناس يتأذى في الطريق وحد خلج النبي شوك وجده في الطريق فغالي وذي الناس فأزحه فشكر الله لا فغفر ويكجي الدرد هذا الإذاية المادية ياب لحطب نيران وأشواك والنيران الأخرى نيران والتفريقة والعذاوة حينما تلقي بالكلمات الساخنة تنقلها من شخص لشخص بغرض أن تفسد ذات البين وتبعد الناس عن النبي النبي شاعر النبي كذاب محمد شاعر محمد كذاب محمد كذاب فهم يعملون في جبهتين جبهة الإذاية المادية ويريدون أن يتخلصوا من محمد ويتمنون لو لم يرواه يمشوا على الأرض لو لا عصمة الله لا فهم أقرب الناس وقربهم من نبينا هو أيصر طريقة من الإذاية لإذايته ماديا هم مشي بعاد عايشين معاه قراب ليه فالإذاية تكون قريبة بقربهم إياه وثانيا أنهم يشعلون بكة نيرانا معنوية تنطلق من قلوب سوداء تبغض النبي صلى الله عليه وسلم فتوجد له العداوة بتبغيضي وتسويدي قلوب الناس عليه وهذه يمكن أن ينجحوا فيها لأنهم أقرب الناس ينجحون في الإثنين هم أقرب الناس للنبي فأهذاهم قريب مادي وهم أقرب الناس إلى النبي يستطيعون إذايتهم معنويا لأن الناس تصدق قريبة كما يقول عنك من يجي ولدك ويقولك أنا ببرة يسرخ بكاعد شي مات مشي عندهم ديس ويقوله وباك يجي عندك ولدك ولدي ولدك يمشي عند السيد يقوله ببرة ثارق هذا يحتاج لشي بيين أكثر ما بقاش لك هذا لما رأت والشيد يقول للناس راج ليه يسكر وسراق وكذا وكذا واسم يبقى يبقى والو الشاهد عندك في الدار فالأذى إذن يصل إلى هؤلاء الناس ولذلك الله تبارك وتعالى يتحدث عن كيفية فعله سبحانه الذي لا يشي به فعل الخلق بأعدائه الذين يسيئون إلى الله ورسوله ويقفون صادين للدعوة إلى الله شو اللي يدعي الفساد كاي اللي يعاونه وكاي اللي يعلم اللي ينشروا وكاي اللي جمعية الحقوقية اللي يدفع عليه وكاي اللي يدفع عليه عندهم ما يعاونهم في الداخل والخارج لكن الداعية إلى الله حتى للمفترض فيهم أن يقفوا معه من أبناء الحركة الإسلامية والدعاة إلى الله والأحزاب الإسلامية وكذا تجدهم يصمطون ويخرصون فلا يجدوا إلا الله وإذنك سواس مو يدرسوا اللي الدعية لازم من الأول يخلص نيتو لسي الدربي ما يستنى حتى واحد إلا رك تستنى منين تنصر الدين وتوقع في شي ورطة وشي باديقة تستنى همو ما يعاونوك عربا يلا رأى المنطلق دك غلط قد قول يا ربي يا ربي وهذه اللي رك تدفع لهم على الدين دي لهم أبناء قصقا هندخل جوايا ونسكت مالني أنا هندخل جواك يا سيد يا لاش انت باقي تدير هذا الشي غير تهليب غير تدخل للجنة يعني الناس قعم الناس رأكالية شربة وتمتع وتضرب على رأس كذا وتربع على روحك ورأت تشكي بيك ورأت تقرب بك للمناصيب وتستعملك درجة وسلم وتطلع عليها باش تدي مصالحة وانت با الى كان المنطلق انت حقا يبقى خاطرك لكن الى كنت من المنطلق من الول انك لا تنظر الى الخلق أبدا وانت تنصر الدين يجي وشي واحد يقولك وانت والله عزيز وانت مليح لك ريض وكنت عصبت والان بالله الناس غدية توقف معك قلوا يا انت انطلقت من الول بشيوقف معك شي احد الى من الول انطلقت بشيوقفه معك وكنت تقول ذاك الكلام بشيوقفه معك وانحز بكليتك الى الله واطرك الله يتولاك الذي ولاك يتولاك وان ضعف يقينك في ان الملك الذي بيده الخلق والملك والامر لا يحميك ولا ينصرك فبئس العبد انت وبئس اليقين الذي تحمله في قلبك فهذه الصورة جاءت لتعظم يقين الدعاة الى الله اذا حوربوا ولو من الداخل تبا لك فنزلت مباشرة تبت يدها ابي لهب هلك خسر ذل وهين في الدنيا وهلك في الاخرة وهلاك الله للعبد لا يتصوره عبد ابدا فان الله اذا حكم من عليائه على عبد بالهلاك يا ويله ويا ويله ويا ويله حلاك كلمة تقولها باللسانك يكون يقول مثلا غضي بابوش الرئيس رقم واحد بتاع العالم غضة قامت لها الدنيا اما معي واما قبلي وصارت طائراته تنزل القنبلة اللي فيها 4 طن ابن عمي يقول بوش اقول له اشتباه قدون ميريكان يا ابن عمي بوش يا ابن عمي فكيف اذا كان الذي غاضب هو الله الملك ابن عمي انت ما تخافش تعدم ابن عدم ما لاخر ما معسي تربي بزاف علي كهو داخل ادرسي بزاف تبت يده واليد هي كل ما يشير الى قوته المادية نربق اولي الايد والابصار سيدر بيت تكلم على القوتين اللي عند الانسان الايد واسمو هي هي القوة المادية المال والسلطان والجاه والفلوس والبدن والابصار واسمو هو قوة العلم والادراك والتخطيط والثقافة والعلم الى جمعتهم بزوش ولكن وانا يا سيدر بيت واسمو ثبتلو ثبتلو اسمو هي القوة البصير والغير القوة المادية المزيفة التي يمكن ان تسلب في كل وقت من قبل الله تعالى وباش سلبها الله من النمرود الذي قال انا احيي ومميت بحشرة صلتها الله على رأسه فلما لم يستطع ان يجد لانينها والامها من داخل رأسه ولم يستطع لها حيلة ولم يهتدى سبيلا اللي يتخلص منها قطعوا له الراس دي وققلوا له الراس دي اللي وحن تعذب ما عنده عقل هو احكم على رحو بالذي ما هو عنده تبت يدها اي قوته المادية اي مكانته في المجتمع هو شريف ومن قريش وام محمد صلى الله عليه وسلم زيد وعنده الفلوس والمرادية لشكون اخت ابو سوفيان اي 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 شرفا ونسبا ومالا وجاها المهم كل شيء والسلام عيروض منك انتبت يدها ابي له هلك قوته المادية التي اغتروا بها لانه لا يعرف الله لو عرف الله لا اعتمد على الله من اغتر بغير الله ذل وضمحل وضل وزل ومن اعتمد على الله لا ذل ولا ضمحل ولا ظل ولا زل ولا قل ومن اعتمد على شيء وتوكل عليه اوكله الله الي مالك يسلكك مع ربي جيبك اعمل الارض ذهبا تريد ان تفتدي به من عذاب يوم ما تقبل منك تحارب عتك ربي الفلوس باش تديمهم الخير في راسك وفي ولداتك وفي المسلمين وفي الضعاف تبقى تمشي انت تحارب بهم الاسلام تديم برنامج في تليف تسبي الدين وتستهزى بالسنة وكانت نطع البصيرة جاي بيلها شبه علماء يظلوا يستهدروا في العلاماء وكاتبين فيما الاخوان فيروس يجب علينا تطهير الارض منه ماذا هو فاش ننفق الاموال ننفق الاموال باش حرب الدين اش من رسالة تقدمها الامة والقدمة لقدمة الامة حينما تنفر الناس من الكلمة الطيبة ومن العلم من الدين هذا البوار هذا الخسار يعني دعاء ثم اجابة فكأن ما دعي به على استجيب له في نفس الرحظة لان الدعاء من الله الذي يقدر على تنفيذ العمر وقت حدوثه اذن هكذا يأتي قضاء الله تعالى بهلاكه مع الدعاء لان الله تعالى بين وقوع الحدث والجزاء على الحدث ليس هنالك زمان هذا حكم تصدر بك انه قضي عليه ثم قال ما اغنى عنه ماله وما كسب اي ان هذا الذي يعتمد عليه في محاربة الاسلام لا يغني عنه في الدنيا فكيف يغني عنه في الاخرة عمرش الانسان مثلا هذا ينفق المال باش يحرب الاسلام يدير مسلسلات يدير كده عن الاسلام يستهزأ بالنبي وامد الفلوس هذا عمره الستوب هذ المال غد ينفعه في الدنيا ينفعو لا واش يقدر يفعو يحوز ينفعو يبلو ينفعو لكن يعطيه صارة طعم ويجمع قاعد الفلوس وينفقه على رسول ويكمل ويقول اللي يطلب باش يشري ماشي باش يدوى باش قرص واحد لتخفيف الألم فلا يجده فتعلينا واحد يطلب كنت ما عاشي ناس فتعلينا واحد سيد يطلب قل لك اتعرف هذا قل لما نعرف ه قل هذا اللي عنده الكيران وعنده وكيران قل قل نعم يطلب وقف محاد لله مغتر بماله في زمان فأظهر الله له بعد حين أن ما له الذي ارتفع به بغير حق وظلم به وتجبر به سينهيه كله على مرض سيبتليه به وسيعيش بعدها سنين فقيرا مذلولا مهانا تب محط ولصق بالطراب وذل وكان لا يرضى أن يجالس مسكينا وها هو الآن يجب الطرقات يسأل الفقراء درهما درهم يا الله ما أحلمك على من عصاك يا ربك تشف فينا عصاك وكنت حليم يا رب لا تبكر بينا يا رب يا رب ما تجعلنا نغطره يا رب يا رب يا رب يا رب تروحنا على خير يا رب يا رب يا رب سبحانك كيف تري لنا الآيات في أعدائك سبحانك رب رأينا ذلك في فرعون أغرقه الله الذي قال أليس لملك مصر ولنهار الجري من تحت ورأينا في القذافي وقد قتل في المواسير وكان يرمي التليبيين بأنهم جرذان وأخرج منها كالجرذان ورأينا ذلك في مصارع الجبابرة في الشاه الذي اعتز بأمريكا فظل في السماء لم تقبله أرض لينزل عليها لو لم يكن المغرب من قبل أن ينزل على أرضه ما نزل من السماء حتى ينتهي الوقود من الطائرة فيموت أول من يتخلى عنك هو الذي كنت تدين وتخدمه في حربك وحربه للإسلام هكذا ما ما أغنى عنه ماله وما كسب مباشرة اللي الحياة واسمه فيها فيها مسائل مادية إما تنفقها على روحك وتبح فيها في الدنيا وتنفقها باش تخدم هذ الدين والأخر وتربح بها وإما غادي يهلك كل الله بها ولا يبالي بأي أو دية الدنيا ويهلك فيها وفي الآخرة مباشرة سيصلى نار والسين هي مباشرة ما كيش نقل بزا نقل سوف سوف فيها شوي لأن زيادة المبناء بزيادة المعنى لكن سيصلى نار يعني الحياة واسمه فيها عندها تلترصان فيها ولادة وزواج وموت أهم أحداث الإنسان في الدنيا يولد ويتزوج يخلي الولدات ويموت س س سيصلى يصلى نارا ذات لحم كان يشعل الأهيب الحقد الحقد بحطبي الغيبة والنميمة وبحطب وشوك يرميه في طريق رسول العسلم فكان جزاء من سنف العمل وامرأة حمالة الحطب التي كانت عونا في هذا في جيدها حبل من مسد حبل من نار المسد هو النار لأنها هي أيضا لم تكن فقط تشعل النيران معتمدة على مال زوجها وإنما شاركته أيضا في إنفاق المال لإشعال النيران وحرب الإسلام فكما أن الرجل الذي يحارب الله يمكن أن ينفق المال لمحاربة الدين أيضا فإن النساء يمكن لهن أن يساهمن بالمال في حربهن للدين فسارت هذه الآيات سيريان النار في الهشيم في مكة قالوا لقد هجى محمد سيد بن هاشم فوصلها الخبر فحملت فيهرا فيهرا حجراء التي تملأ الكيف وتوجهت نحو حجر إسماعيل حيث يجلس النبي صلاح يسمع صاحبه أبي بكر فوقفت عقلت أين صاحبك هو شف أه سيد المسل أبو بكر شف سيد المسل وهنا صاحبك قال ما وراءك يا مرأة قالت لقد علمت أن صاحبك قد هجاني يتألمون اللي قلت فيه بشي كلمة مشي مزيانة هذو اللي ما أعملش بالله حرب والدين غير تقول أمرك وتحرب يقول لا يا إلهي الله أنا مسلم شكون قلالك جمعيات حقوق الإنسان والحزاب وتجمعو وشكيو بيك ودعو شو حاجة ذيته هو أضى الله أضى رسول الله هذا الدعوة ما كان المشكل مقفص خاطرهم يقول لي كي كي ترززي دبابير زامارك طيحت به طيحهما بالدين وذلك شي ما كان المشكل أنت يا غي يجاوب وربي ربي كل شي قال لها ابنتي محمد صلى الله عليه وسلم اللي تعرف أنت يا ما كان شاعرا أبدا لم يقل شاعر فكيف يهجوك يا رسول الله أصلاح يسلي رقي غالطة قالت أنت رجل مصدق عندي أنا ما طلح حجرها ومشان قال له يا رسول الله أنا وقفت قل قد صرف الله بصرها وفي رواية أنها من ججرة في الحجر قال له يا رسول الله راجي وكما عندك قال له إن الله تعالى سبحانه سيصرف بصرها ما خليها توقف قامت بقى خليها غالطة يجي تهضر وجهت بقى تهضر معه معناه سيدنا أبو بكر كان هاني ما يشوف هاش ما يشتشوف شنبي صلى يعني محاربين النبي ومحاربين الإسلام حرب مادية حرب معنوية ولقيت إلاد قال فيهم شي كلمة ولا أرد عليهم شي عالم ولا شي دعية إلى الله تعالى أروح هاتشوف أحبيبي واسمه يديره راك تهجوني وراك تنتقص مني وخصني تولي للكرام وندير دعوة وانت راك تهدد المجتمع وانت تدعو إلى شق صف الشعب وانت تدعو نصري وانت في المقرأ الإدريسي أبو زين هو كيتكلم زفع تطبيع ينصر القضية الفلسطينية وينصر اللغة العربية مشونه أربع سنين محاضرة دعها في الكويت مش هوا عنده كليمة قالها كليمة كليمة في وسلمحاضرة تمانيين دقيقة جابوا فيها وش حال جابوا فيها دقيقة واسبو قال فيها نكتة كيقول شي ناس عندنا في المغرب كذا كذا عرقة قبضوا لهم فيها وراءهم ما يضلوا وكل شي زمان هذا الناس شفوهم زمان عرق الآخر ولا شفوهم زمان عرق الآخر لا لا صابوا فيه نعم زيدي يشده الوحد لأن أنت مسلم ولا أن أنت تدعي لسيد ربي ولا أن الحسابات تدحم معك راه باقي أو الملفات موجودة في كل وقت يخرج ملفا على كل حال على كل حال الحديث ذو شجون وهذه بعض التأملات ونحن نستضل بهذه الصورة الكلمة الأخيرة مسألة فقهية يسأل كثير من الناس يسألني يقولك يا ودي هذه الصورة الأفضل للمسلم أن لا يقرأ بها في الصلاة علاش يا سيدي علاش كيقولك لأن هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم وحشوم الإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ هذه الصورة المحكوم فيها على عم النبي بالنار والقرآن في 60 حزب كان الأولى والأفضل أن تتجنب قراءة هذه الصورة وتختار صورا أخرى تقديرا للنبي واحتراما له وتعزيرا له وتوقيرا له ومحبة والناس كيف يخدم بيها ويعمل بيها من أين تصرب هذا من أين تصرب هذا الكلام لهذا أولا هذه كلام خطير لأنه يفرق بين كلام الله ما ينبغي أن يتلى وما ينبغي أن لا يتلى الله والله حينما حكم على أبي لها من بالنار هل هناك من يستدرك من خلق الله تعالى على الله في من يحكم عليه بالنار ونطيف لطيف 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 إذن لا ينبغي أن نقرأ الآيات التي تتحدث عن كفر ابن نوع لأن فيه إذاية لأخيه نوع ولا ينبغي أن نقرأ بناء على هذا المنطق المقلوب كل الآيات التي تتحدث عن كفر أبي إبراهيم ولا ينبغي أن نقرأ انطلاقا من هذا المنطق المقلوب كل الآيات التي تتحدث عن كفر زوجة لوط وزوجة نوح إذا البعض الذي يبقى في القرآن ثم لا تقرأ الفاتحة لأن الفاتحة فيها قدح غير المغضوب عليهم والضالين وما أكثر المغضوب عليهم من المسلمين الذين علموا الحق ولم يعملوا به وما أكثر الضالين الذين صدقت نواياهم ومقاصدهم لكنهم دخلهم الضلال من باب الجهل بالدي ويمكن يكون هذا باك ويكون يكون عمك وكتسبو أنت في فاتحة أشهر المنطقة اقرأ الصورة الله لا يحابي أحدا والخلق بين يدي الله كأسنان المشت لا فرق بين الأبيض والأحمر ولا العربي ولا العجبي فكلكم لآدم وآدم من تراب والله عنده الخلق منازلهم بقدر حبهم للدين ونصرتهم لله ورسوله والمؤمنين كن كحل كن أبيض كن زرق كن براغلاث كن رقيق كن مغاني كن فقير لا يهمش اللي يهم هو علاقتك مع ربي وماذا تقدم لهذا الدفع الخمسة من وثلتي تعيش وحد عاش للإسلام ينافع عن الدين حتى لقي الله مقبل غير مجبير كن ون فقير ووحد عاش من الشرفع شريف أنا شريف شريف وعاش طلاب يطلب الناس ويأذي المسلمين ويغتاب عباد الله صدر بسمحانه عز وجل قالها بوضوع يا نساء النبي من ياتي من كن بفاحشة مبينة يا كرب يقلم يطهير لكم تطهيرا شوفوا اسم قلم من بعد من ياتي من كن بفاحشة مبينة زيد يضاعف لها العذاب وذعفين ما تديش غير الذنوب ديالك يضاعف لك العذاب علاش يعطيك الذنوب ديالك والعذاب على أساس أنك عصر الله كمسلمة ولكن الضعف لكونك مش غير مسلمة زوجة النبي قدوة النساء قدوة ولكن كيقول ومن يقنت من كن عودك لله شو العدل ومن يقنت من كن لله ورسوله تعنى أنه تها أجر عزيد مرتين دوبلي الأجر ديالك كعامل وكمسلم والأجر الخر لأنك من سلالة رسول الله تعطي القدوة المزيانة القدوة المزيانة تدي الأجر ديالك الأجر أنت على السنسلا أنت عن النبي اللي طهرتها وزينتها بزينة أعمالك هكذا كلها بكل سهولة وكل وضع الدولة لك الأجر لكنت من السنسلا وكنت مؤمن وتضعفك الإثم إلا كنت من السنسلا وكنت مفلس فاختر أي الطريقين تسلك وصلى الله على حبيبنا ترجمات رسول الله ترجمات رسول الله ترجمات رسول الله اشتركوا في القناة